يعني عشان نخش على مباراة إن شاء الله المريخ لكن كمان على مستوى المكاسب النادي الأهلي من هذه البطولة إنك كمان على مستوى الأندية الرنكد بتاع أو تصنيف الأندية نادي الأهلي اللو scalable 136 على مستوى العالم تتكلم أقرب منافسي يمكن بعيد أوي 36 36 على مستوى العالم فتتتكلم على كمان دوت وضيفت أربعة نقاط للنادي الأهلي على مستوى نادي القرن الـ 21 وبالتالي كمان ده حيتقدم بمستويات أكبر وألقاب على مستوى القاري بشكل كبير برقم واحدة القارة بربعة وثمانين نقطة ده أرقام مهمة جدا وأرقام لابد أن نتوقف أمامها وأرقام اللي مش عايز يقتنع بها ما يقتنعش بيها لأن في ناس أصلا مهما عملت لهم من أرقام مستحاق لحد يقتنع هذه أرقام من الاتحاد الدولي للكرة القدم نادي الأهلي ترتيبه 36 على العالم أقرب نادي مطري 136 إذن الأهلي الفرق بينه وبين أي نادي مطري 100 مركز طبعا ده حاجة مختلفة تماما ده ما جاش من فراغ للنادي الأهلي بعد إنجازاته المحلية وإنجازاته القرية ووصوله للعالمية كل ده بيصبوا في مصرحته بلاس النقاط الجديدة اللي هتضاف للنادي الأهلي أعتقد نادي الأهلي داخل لما تبقى ضمن أفضل 30 نادي في العالم فده حاجة عظيمة جدا حاجة يعني لابد أن يفقر بها كل من ينتمي لهذا الكيان وكل عاشق لهذا الكيان طبعا 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 نحن عندنا نادي موجود كل مصري بقى موجود لكن للأسف فيه بعض النفوس التي يعني لا تقبل هذا ما عرفتش ليه للسبب يعني أنا أفقر بأي نادي مصري يصل للعالمية ريت كان عندنا نادي مصري أياً كامل حتى لمشاند لها لي باركة موحدة على مستوى العالم لو ده متحللنا يعني فإحنا لما مصر المنطقة مصر وصل للتاسع على مستوى العالم مع كابتن حسن شحاته كانت هامتنا في السماء صحيح والأنظار بدأت تجي إليك ومدرس كروية عالمية ومنتخبات عالمية كبيرة بدأت تفكر فيك وتكلم عليك فإنت لما حتيجي أنت ترتيبك كام 36 أو 33 أو 30 أعتقد ده يفتح لك أفاق جديدة في أنك في تعاونات وشاركات مع عنديها كبيرة جدا في ناس تجي تلعب معك في ناس تقيمك بشكل قوي شكل مميز ده المفترض تشتغل عليه بقى مستقبلا وتستغل هذا وتعليه وتؤكد عليه بقى إن شاء الله